الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أمين وعلى آله وصحابة أجمعين وبعد اليوم إن شاء الله تعالى طمنا هذه اللقاءات العلمية التأصيلية اليوم اللقاء الثالث وهو بعنوان كرامات الأولياء عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا الموضوع من أهم المواضيع والناس في أمس الحاجة إلى مناقشته وهذا الأمر لأسباب كثيرة ومناقشة موضوع الكرامات وخصوصا عند شيخ الإسلام ابن تيمية مهم جدا لأسباب كثيرة من هذه الأسباب أن أهل الضلال اتخذوا كلمات لشيخ الإسلام ابن تيمية أساءوا فهمها وشوهوا معناها واتخذوها ذريعة لطرويج باطلهم وضلالاتهم وضلالاتهم فيما يتعلق ب قضية كرامات الأولياء وما ينبغي أن يعتقد في ذلك ثانيا كثرة الشبهات في الساحة ضيعت على كثير من الناس المستقيمين المفهوم الصحيح لكرامات الأولياء ثالثا اختلط مفهوم الكرامات عند كثير من الناس بآيات الأنبياء أو ما تسمى عند بعض أهل العلم بالمعجزات وضاع المفهوم الصحيح للكرامة عن كثير من الناس فلهذه الأسباب ولغيرها اخترنا هذا الموضوع ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التأصيلية وإن شاء الله تعالى أنا بين يدي كلمة الشيخ آدم الزبير حفظه الله أنقل بعض الكلمات لابن تيمية وهي عبارة عن قواعد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية هذه القواعد والخلاصات أوردها في رسالة تسمى برسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مطبوعة منفصلة براها كمجلد لطيف ومطبوعة ضمن الفتاوى المجلد الحداشر ضمن فتاوى ابن تيمية وهذه القواعد والمسائل من خلال لما نسرود إن شاء الله تعالى من خلال كلام برسالة تيمية يتضح لنا المفهوم الصحيح للكرامة ويتضح لنا المفهوم الباطل للكرامة مع ذلك نبرئ ساحة شيخ الإسلام بن تيمية مما نسب إليه من الضلال نبرئ ساحة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى مما نسب إليه طيب أولا ذكر المسائل جملة المسألة الأولى التفريق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء الثانية التفريق بين كرامات الأولياء وخوارق المشعوذين الثالثة من جرت على يده خوارق عادات لا يدل ذلك على أنه أصلح من غيره الرابعة من كان على الإيمان والتقوى وأجر الله على يده شيئا من الخوارق لا يعني ذلك أن يعبد من دون الله الخامسة كرامات الأولياء لا تكون بالدعاء ما تفرد به المولى دون خلقه السادسة كرامات الأولياء لا تكون بما حرمه الله تعالى السابعة أعظم الكرامة لزوم الاستقامة الثامنة ليس لأولياء الله طريقا إلى الله غير الكتاب والسنة وما اتفع عليه السلف التاسعة معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء تدور على ثلاثة أشياء العلم والقدرة والغنى ولم يُعطأ أحد الكمال في ذلك طيب ني المسألة الأولى التفريق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء لماذا نحن دل نفرق أو دل نوضح الفرق لأن كثيرا مما يعتبر عند الصوفية اليوم كرامة من كرامات الأولياء هو في الحقيقة من جنس معجزات الأنبياء ولابد من التفريق لأن معجزات الأنبياء أو آيات الأنبياء هي علامات تدل على أن هذا نبي علامة تدل على أنه نبي وهذه الخارقة للعادة هذه الخارقة للعادة لا يستطيعها إنس ولا جن عشان كده يا أخوانا كانت آية للنبي آية يعني شنو؟ يعني علامة تدل على أنه نبي عشان كده يا أخوانا كل نبي من الأنبياء ربنا سبحانه وتعالى أعطاه آية تدل على صحة نبوته وصدق رسالته عشان كده لو كانت المقولة البقولات الصوفية صحيحة إن كل ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي أول اعتراض نقوله اليوم إذن كيف تفرقون بين النبي وبين الولي من أتباع الأنبياء إذا كان الولي يعطى ما أعطي النبي إذن كيف نفرق بين النبي والولي لكن ابن تيمي ينبه على مسألة حقر لكم كلامه وهي أن معجزات الأنبياء أو آيات الأنبياء ربنا سمعها في القرآن آيات ولقد أريناه من آياتنا الكبرى آيات كويس؟ منها كبرى ومنها صغرى عشان كده الولي المصدق للنبي المؤمن به قد يشترك مع النبي في آية من الآيات الصغرى وديل بتسمى كرامات لكن الكبرى لا مثلا عندنا أعظم آية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام تدل على أنه نبي ما هي القرآن ممكن أن يأتي زوال يقول أنا من كراماتي نزل عليه القرآن تبقى كافر ملحد ودي دعوة كاذبة لأنه ما بنزل على القرآن إنما القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ومن ادعى أنه يأتيه الوحي بكلام كالقرآن أو يأتيه بوحي فقد ادعى النبوة ومن ادعى النبوة فهو كافر بإجماع الأمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين من ادعى النبوة كافر طيب إذن يا أخوان عندنا المسألة الأولى التفريق بين آيات الأنبياء وبين خوارق الأولياء والصالحين طيب يقول الشيخ الإسلام نتيمية وآيات الأنبياء لا يقدر عليها جن ولا إنس وآيات الأنبياء آيات لجنسها فحيث كانت آية لله تدل على مثل ما أخبرت به الأنبياء وإن شئت قلت هي آيات لله يدل بها على صدق الأنبياء تارة أو يدل بها على صدق الأنبياء تارة وعلى غير ذلك تارة طيب إلى أن قال ولكن آياتهم صغار وكبار طيب إذن المسألة دي أخوانا وضحة عندنا ابن تيمي يذكر في كتاب النبوات أمثلة للآيات العظمى قال كانشقاق القمر انشقاق القمر آية كبرى من آيات الأنبياء وكالقرآن وقلب العصى حية تاعت موسى عليه السلام ما ممكن زوني يدعي أنه عنده كرامة مثل هذه الآية الدالة على نبوة موسى عليه السلام ما ممكن لشان كده آآ قال بتاع الفيضات الربانية قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصايا استمدتي أو استمدتي تعرف ده مش قال بس إنه عنده عصى زي عصى موسى لو قال كده يبقى ده براو كفر بالله عز وجل لأنه ده آية من آيات الأنبياء ما ممكن تجي أنت تدعي أنه عندك زيها ده بالغ كمان قال إنه العصايا بتاعتنا هي الأساسية وعصايا تموت موسى عليه السلام مستمدة من العصايا بتاعته هو فده ضلال فوق ضلال المسألة الثانية هنا عندنا في الورقة وطبعا البحث ده مأخوذ من الكتاب بتاع الدفاع عن ابن تيمية يعني بتلقى المسائل اللي كلها مذكورة هناك ممكن نفسي تفهمها بس والتلخيص بتلقاه موجود الثانية التفريق بين كرامات الأولياء وخوارغ المشعودين قال شيخ السلام بن تيمية وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله خوارغ العادات اللي بتظهر عند الناس واحد تلقاشة اللي حية والحية ما تضربه واحد يدخل في النار والنار ما تأذيه وغيره من خوارغ العادة دي ما شي خارق للعادة يعني النار دي معروفة بتحرق زول دخل النار وما حرقته كويس؟ معروف إنه زول لو لو شال حية بتضربه زول يشي الحية والحية ما تضربه ابن تيمية قال ليك دي خوارغ العادات لا يلزم أولا من وجودها أن الرجل ولي دي حيجي لا في نقطة تانية لكن الآن الموضع الشايد شنو؟ لا تدل هذه على أن صاحبها ولي لله سبحانه وتعالى لأنه قد تقع على يد الصالح وقد تقع على يد من المشعوز والدجال والساحب يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكرم عبد من عباده بإنه يحصل له شي خارق للعادة دي القصص المروية إنه امرأة عطشت في الطريق ودعت ربنا نزلت لها مطرة وغير من الأشياء أنت في خاصة نفسك بتلقى عندك أشياء بتحصل لك غريبة يعني شي ما طبيعي خارق لعادة البشر حيانا تكون في ضيق معين ربنا يجيب لك شي ما بالسبل المعروفة الطبيعية دي خلاص ربنا بجيبها للإنسان ابن تيمية قال إما لحجة لناه حاجة لحجة شاء ربنا سبحانه وتعالى يضفر بها الحق ولحاجة أنت بتحتاج لها في ذات نفسك ابن تيمية ذكر في المناظرة بتاعته مع مجموعة عيسيمون البطائحية دي السحرة أقرب للطريقة الكزنزانية عندنا هنا واحد تلقى داقي مسمار في راسه واحد أخي السكين بيجاي وطلعه به هنا ويقطع على جنبه ويشرط بطنه كده وما بيديهم حاجة دي هناك فتن الناس فتنة كبيرة جدا كلم عننا ابن تيمية كلام طويل في الفتاوى فتنوا الناس فتنة عظيمة وحتى أغرب السلطان وعملوا فتنة وضجة كبيرة جدا ابن تيمية يناقشهم بالكتاب والسنة وأقنعهم منه دا من السحر ودا ما من كرامات الأولياء ولا عنده علاقة بعد ذاك اكتشف شيخ الإسلام ابن تيمية إنه النازل بيستخدموا نوع من السحر دا سحر بتاع عقاغير لأن السحر دا ممكن يكون بأدوية وعقاغير الشياء السحرية لكن بأدوية بس ما شيطانه كده السحر أحيانا يكون بحيلة ولا أدوية ولا شيطان حيلة زول زكي بيعرف كيف يتحرك كده يدخل يده يجيب حاجة يطلعه كده وأحيانا يكون بالتعامل مع الجن وكله سحر في النهاية لكن هم ديال بيدخلوا النار وبيمسحوا جسمهم بدهن اسمه دهن الضفاضع انسحوا بيجي شمو النار مبتصلهم نتيمية قال فلما أظهر هؤلاء أو عبارة نحوها ما عندهم من الشعوذات والحيل قال أظهرنا ما أتاح الله لنا من الكرامات يتوكل على الله كده بس قال لهم شوفوا أنتوا تدخلوا النار بالباب ده وأنا بدخل النار بالباب ده نتفق أنتوا خوشوا بيجاي وأنا مخوش بيجاي بشرطي قال لهم الأول حاجة بماء الورد لأنه المتيمية حسب فهمه ومعرفته بالأشياء دي ماء الورد ده بغسر الدهن متاع الضفاضع الهمة وتمسحين بيهو بعد ده النار بتأكلهم قال ولو دخلوا لدخلت وسبحان الله بتكلم في الفغرة دي كأن عنده من اليقين أن الله سبحانه وتعالى لما كانت نيته وإرادته نصرة الحق وإحياء التوحيد إنه ربنا سبحانه وتعالى حيظهر له كرامة إنه نردمت مسجاته قال ولو دخلوا لدخلت متوكل على الله قال خشوا أنا بخش إن شاء الله أموت قال بس يحرقوا الجماعة دي والناس بالنهاية يختنعوا إنه ده سحر أول ما بيقوا جدين زي ما يقولوا الجماعة بيقوا على الجد الجماعة ده لك فزوا ما يقدر يخشوا فلاحظ ربنا سبحانه وتعالى قد يكرم إنسان بشيء من خوارق العادة كويس لكن عندنا إحنا هنا نقطتنا يا أخواننا دارين نفرق بين ما كان كرامة وما كان من فعل المشعوذين ابن تيمية قال أدىنا إشارة للتفريق الأول قال فما كان من الله سبحانه وتعالى فسببه الإيمان والتقوى لاحظ الزؤل لما ربنا يكرموا بشيء من خوارق العادات أنت بتعرف بالنظر لسيرة الرجل تشوف دينه وزاده شنو فلو كان سنيا متبعا للكتاب ولنهج السلف مستقيما على الجادة وربنا أظهر على يده شيء من خوارق العادات فهذا إكرام من الله عز وجل لكن لما تجد عائلة الزول مبتدع مخالف للكتاب مخالف للسنة معادي لأهل السنة مشعبذا دجالا ما ممكن تكون ذي كرامة إنما هذه من فعل الشياطين لأنه الكرامة ابن تيمية قال سببها الإيمان والتقوى وده من أعظم أنواع التفريق شكد أنت قبال ما تجي في البحث الطويل مع أي صوفي في إنه المسألة دي دي كرامة دي ما كرامة دي شعوزة ده بطير في الهواء ما بطير في الهواء ده بيمشي في المواية ما بيمشي في المواية بيأكل النار ما بيقدر يأكلها خليني قبال ده كله أكل النار هاي هو منه طريقته شنو عن الكتاب والسنة ولا دجال يقول لك لا لا بنتي والحجبات أهو تاني هاي و وعنده طريقة تابع للطريقة التجانية وبعد ذاك يقول لك والله بيصلي معانا بس صلاة واحدة في اليوم باقي الصلاوات قاعد في الخلوة بتاعته ديك شايفة قاعد جوا الخلوة دي ده دجال مجرم لو طار في الهوى لو بتنقص في الواطدي ده مجرم دجال ساحر كويس الحلاج ما كان بيظهر لهم مثل هذه الخوارق والشعبذات ابن كثير عفواً الذهبي في السير قال وكان مشعبذاً زنديقاً معانا عنده أشياء خارقة للعادة لكن ما تغني عنه إذن عندنا الميزان البفرق بين الشعبذة وبين الكرامة الإيمان والتقوى تشوف سيرت الزول وإيمانه ومنهجه واشنوه لذلك ابن تيمية قال عبارة جميلة قال الاستقامة تدل على الكرامة لا العكس الاستقامة بتدل على إنه دي كرامة مش الكرامة بتدل على إنه دي ولاية الكرامة بتدل على الولاية ما الولاية أقصد الولاية بتدل على الكرامة مش الكرامة بتدل على الولاية وعندنا إحنا هنا العكس صح؟ شكده ابن تيمية في الفتاوى قال فغايت فغايت ما عند بعض الناس في معرفة أن الرجل وليل الله أنه ظارد على يده خارقة من خوارق العادات يعني ليه لما تنهي تسأل ليه سهل تقول له يا أخي بتعرف ولي قريب بها جاي ولي صالح جامعة البهينة ده عرفته كيف ولي صالح عرفته كيف قل لك يا أخي والله الزولة جابوا لنا قصة وقالوا اليوم دا غبره طلع مويا بالله شوف من تيمية قال لك الميزان عند الناس شنو أنه ده ولي صالح الميزان عندهم ظهرت على يده خارقة من خوارق العادات لذلك بتلقى الصوفية بحثهم في الأول في الترويج للشيخ المعين البحث عن كرامة تلقى الواحد منهم في في طريقه للترويج للطريقة بتاعتهم والفرقة بتاعتهم كلها شان يروج لها ويأسس لها بيكون في سلسلة البحث عن خارقة من خوارق العادات بس داير ليو حاجة شازة بس داير ليو حاجة شازة تتعلق بالكرامة ذاتها ما ما هي حاجة كرامة هي كويس؟ دي ضوابط حقينها جدام لكن أول نقاش عندنا نناقش أي صوفي في إنه صاحب هذه الكرامة هل هو على الإيمان والتقوى ولا لا؟ دا موضوعنا معاك نمر واحد مما تقول لي الشيخ البرعي عنده أوراد الأوراد دي تعتدي تقول بسم الله بعد كل صلاة ستة آلاف مرة وتقرأ حرز الناقة وتقول يا دايم تلتمية وسبعين مرة بالليل كده وتقول لي البرعي ظهرت لك كرامات ظهرت ما ظهرت زول دي عقيدتو دا منهجو تظهر ولا ما تظهر ما عندنا لما حاجة ما عندنا لما أي قضية تاني ابن تيمية نقل عن الصوفية الأوائل طبعا الأوائل ديلك الناس يظنون منه دي الصوفية زي ديلك ديلك بس بيشتركوا معاهم في الإسم فقط في الإسم بس لكن ما عنده مي علاقة مع عقيدة ديلك كويس؟ الأوائل كالجنيد وإن كان بعض الناس ذكر عن الجنيد ده أشياء تانية المهم إحنا ندعمل حسب الكلام اللي ذكر ابن تيمية يقول الجنيد لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على وجه الماء لا تغتروا به حتى تنظروا متابعته للكتاب والسنة دي الميزان بتاعنا أبو سليمان الداراني قال إنه تمر بي النكتة من نكة القوم النكتة يعني يعني مسألة مسألة العلم قال فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة يجي واحسائي في كل نظرية بتاع الصوفية وقل لهم وكده وأنا جاني حتس وجاني ما تعرف اسم شنو إلهام ووج أيوة جيب دليل من الكتاب والسنة ما في دليل مردود إذن نرجع نقول الفارق بين الكرامة وبين الشعبذة الإيمان والتقوى بتاع الرجل أول حاجة طيب ابن تيمي قال في مناظرت للبطايحية قلت لهم ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين حقيقة ولو طرتم في الهواء ومشيتم على الماء ولو فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك ما يدل على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع ولا على إبطال الشرع فإن الدجال الأكبر يقول للسماء أمطر فتمطر وللأرض أنبت فتمبت وللخربة أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها تتبعه ويقتل رجلا ثم يمشي بين شقيه ثم يقول له كن فيقوم ومع هذا فهو دجال كذاب ملعون لعنه الله لاحظ ذليل قوي جدا ما أي زول عنده كرامة معناه صالح قال لهم الدجال الأكبر الدجال ده لو جال الصوفية دينا الليلة حسب ما إحنا شايفينه كد بيبقوا معاه حسب الظاهر لينا من وضعهم الحالي لأنه لو جا واحد الآن بأقل من ما عند الدجال بكتير يا أخي قبل فترة واحد جايب لهم شعرة شعرة بس واحدة كده شايلة قال لهم دي شعرة الرسول وجايب خاتية جوا صندوق والصندوق قال ما تعرف جايبين مرة من وين برنامج الناس دي راجينه صفوف أنا شوفتهم صفين صف طويل بيجاي صف بيجاي طويل وشيخ الطريقة قاعد في النص وجاي من هناك شايلة الصندوق والناس دي يوو بتبكي قالوا دي شعرة حقة الرسول يا ناس كطبة بسيطة قدر دي خم بيها آلاف الناس رايق شنو لو جا الدجال رايق شنو الدجال يجي يقول للأرض أخري جي كنوزك مش شعرة لا الأرض دي يقول لأ أمرج الكروزة اللي عندك قال فتخرج وتتبعه كيعاسيب النحل يعاسيب يعني اليعصوب ده ده الكبير بتاع النحل اللي بيكون طاهر قدام والنحل كله ماشي وراه الدجال لماشي قدام والكروز دي ماشي وراه ده لو جا البلد دي ببساطة والله الكلام فيه ما تجار تتكلم تجار تقول لهم ده الدجال ما بتجار تتكلم فيه زاته صالح وقل لك ويا هذي كراماته تدارين شنو أكتر منك ديقول لك يا مساخيت ما هذي الكرامات قدامكم دارين شنو تانيته إذن يا أخوانا الشاهد عندنا من قصة الدجال إنه الكرامة لا تدل على الولاية إنما الولاية هي التي تدل على الكرامة مريم عليه السلام لما قال لا زكريا لقى عندها رزق قدامه من غير أسباب طبيعية ما في أسباب طبيعية جيب لها رزق قدامه امرأة وتتعبت في المسجد وجلسة في المحراب إجاء رزق من شتى صنوف الطعام من غير أسباب طبيعية قال أنا لك هذا قالت هو من عند الله لكن لما كان معها من الإيمان والتقوى ما يكون سببا في رزق من الله يسوقه لها كان ذلك كرام من الله والدجال لما أظهر خوارق عادات لكن مع ما عنده من الكفر والضلال والدعاء النبوة في الأول والدعاء الألوهية والربوبية في النهاية آه كان كل ما أظهر مما عنده يعتبر من الشعبذة والدجال إذن قل لهم يا صوفية الميزان بتاعكم لا مختل إنتم من الأول عندنا الإيمان والتقوى هو الميزان طيب نمشي قدامه الثالثة من جرت على يده خوارق عادات فلا يدل ذلك على أنه أصلح من غيره حتى يا أخوانا لو كان الصحيحة نحن الآن بنتكلم عن الناس اللي عندهم خوارق عادات صحيحة على الليلة مثلا واحد من الناس المستغيمين ربنا أكرمه بكرامة حتى واحد بيحكي لي شي عجيب يعني ولولا أنا بصدقه ما كنتنا بصدق الكلمة دي قال واحد من الناس زول كثير الدعاء بيدعو الله كثير قال يوم من الأيام انكسرت بولة عربية بتاعته في محلة بعيدة جدا ما يرتجع إنه زول يجي بجنبه والمطر خلاص قرب التنزيل قال بيقى بيدعو في الله باشي وقال لقى الاسبير بتاعه جنبه أنا في النهايدي ما قصة ناقيل الله يزول وأنا بصدقه كويس لكن إنت لما انت يتوزين بيفهمك كده الشغلان دي غريبة كويس لكن يا أخوانا أهل السن عندهم ميزان عشان ما تدعب نفسك عشان ما تبقى أنت زي الصوفية حتى لو صدقنا لو صدقنا بأن هذا من كرامات الأولياء فلا يدل هذا على أن الرجل ده أفضل ممن لم تظهر على يده كرامة عشان ما يبقى دينك عرضة للكرامات والقصص تبقى أنت بتتخبط بين شخص لآخر ها لما يروى من القصص أبدا ابن تيمي دليله شنو قال لأن ظهور الكرامات كان في التابعين أكثر منه في الصحابة هل التابعين أفضل من الصحابة لا لكن قال ظهور الكرامة أحيانا يكون لحجة أو لحاجة وقد تظهر الكرامة نتيجة لضعف إيمان إنسان معين فربنا يأيده بشيء يثبت قلبه تحيانا تكتر عليك الفتن والله تكتر عليك الفتن مرات لمن تتمحن ذاته خد يدك في راسك تقول أنا أصوشنو إيمانك يضعف في ناس صلبين في إيمانهم الفتن ما بيزعزعهم يكون ثابت مع الفتن لكن التمرات تكون ضعيف تضعف لمن تضعف ربنا قد يصهر لك شي يثبتك به تشوف لك رؤية بالليل موقف معين كده خلاص يثبتك شوية على كل حال عندنا مجرد ظهور الكرامة على يد الإنسان ما يدول على إنه أصلح ممن لم تظهر على يده مثل هذه الكرامة قيس بن شماس صحابي جليل من المبشرين بالجنة كان يرى على بيته مثل المصابيح في الحديث صحيحة يشوفوا في بيته بالليل أشياء منورة في بيته بالليل كده كويس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الملائكة نزلت عند قراءتك القرآن وسيد ابن حضير الملائكة تنزل كده الحدي ما تجرب وهو يتلف القرآن قال لما تجرب الفرس سجول فرس مربوطة جنبه وجنبها ولده يحياء قال أخاف علي ولدي أسكت أسكت قال تطلع الحاجة دي أتاني أرجع قال أقرأ الغران تنزل كويس أسكت تطلع قال في الثالثة جالت الفرس وخفت على على ولدي قال فتركتها خليت القراءة كله كله لما انصبح الصباح النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه الملائكة نزلت لقراءتك القرآن ولو قرأت لبقيت حتى رآها الناس قال له كان بتقعد شنو الملائكة في محلدة لحد ما الصباح الناس يشوفوا الحديث في البخاري كويس لكن ما عدا مجد آية عظيمة مجد آية عظيمة وكرامة ما عدا ابن حضير ما أفضل من عمر بن الخطاب ولا أفضل من أبو بكر الصديق كويس ولا أفضل من علي بن أبي طالب ولا أفضل من عثمان ولا من طلحة ولا من الزبير مع أنه زي دي ما بارد على يديم لكنه ما أفضل منهم إذن خلاصة المسألة دي وضحت كده الرابعة من كان على الإيمان والتغوى وأجر الله على يده شيئا من الخوارق لا يعني ذلك أن يعبد من دون الله وهذه زبدة ما عند شيخ الإسلامي من تيمية من القواعد القواعدة دي زبدة الموضوع قول لهم يا صوفية كده إحنا نصل معاكم لنهاية الشارع خلاصة قولوا دي كرامات مش شيخ ومطار ودك مرق موية من الغبر كويس واحد ده قال بردع شفع كده كله ده قول صح قول صح ده كل ما يعني أن يعبد هذا الرجل من دون الله عز وجل ما معنى نعبدو مش الكرامة درتا صلوا بالا شنوتو درتا صلوا بالا شنوتو ودول عندو كرامات يعني أها بيدعو الله وكده والله بيستيجيب ليو كويس بيقلب التمسا حجر كويس درتا صلوا بالا شنوتو في النهاية إنو ندعو نقول يا حسن ما بجوز بعد ده قول زول كندا مش كرامات ساي وفي نايا ولي يعني قول نبي عديل نبي ما بجوز ندعو من دون الله وهذه القاعدة هي خلاصة موضوع الكرامات شماما لك بها جوطة كثيرة وقل لك يا أخي وعندنا فلان وحسن واتحسونا عمل وداك المصابا قال الشريف نسبو وجر الشمس مع الملايكة ما غلبو والتمساح حجر فيشان جلوك قلب حجر تمساح قلب جلوك تمساح قلب حجر جلوك ده كل ما موضوعنا معاكم بيجلوكو وبي تمساحو وبيبحر كلو ما تدعو من دون الله ما لا ينفعوك ولا يضرك كل الموضوع ده ما بتستفيد مني انت حاجة فيه امتني ما بتستفيد منه قل لي يا صوفي ولا حاجة لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل ادعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكونه كشف الضر عنكم ولا تحويله قلب جلوك ولا ما قلبوا فيه امتة الله قال فلا يملكونه كشف الضر عنكم ولا تحويله قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مذقال ذرة في السماوات ولا في الارض مذقال ذرة الله قال لك ما يملكوا وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدن له أربع أشياء ربنا نفع ملك ما عندهم شركة لالله ما شركة كوز وما بيسعدوا الله والشفاعة ذاته إلا الله يأذن لهم ولا يشفعون إلا لما يرتضع فما عندهم ما يشي لكيف للصلاة ولا لسه كم يعني ثاني خمسة دقائق طيب فإذا المسألة دي أخواننا المسألة دي هي خلاصة الأمر نقول لهم يا صفية مهما كان عند شيوخكم من الكرامات فهذا لا يدل على أنهم يعبدون مع الله عز وجل لأن الأنبياء الذين هم أرفع وأعلى وأجل وأفضل من هؤلاء ولو كانوا أولياء لا يعبدون مع الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام ربا يسأل وإذ قال الله يا عيسى يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب عيسى عليه السلام ما قال لزول أعبدني ولا قال لهم اتخذوا أمي إله مع الله قال لهم أن يعبدوا الله ربي وربكم ودعاهم لله وحذرهم من عبادة غير الله مع دا ربنا سبحانه وتعالى يسأله يقول له أنت قلت لهم كده فينزه المولى سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ينزه المولى عز وجل فإذا كان ربنا عز وجل ما يقبل أن يعبد عيسى عيسى عليه السلام ما يقبل أن يعبد فكيف يعبدوا هؤلاء الفسقة والزنادغة والمتمردين على الله عز وجل الناس يعبدوا لهم في زنادغة الليلة تعارف لو قل لهم لو بيجوز تعبدوا لو بيجوز ما تعبدوا ديلي يا أخ يا أخي نزه نفسك دا لو بيجوز تعبد غير الله ما تعبد متمردين على الشرع وفساق وأكل الحرام وزنادغة ونس يلعبوا على الشريعة الإسلامية ويحرفوا في الدين يا أخي الليلة يعبدوا في في ناس تعارف العلماء أجمعوا على كفر الحلاج كما نقبل من الجوزي أجمعوا على أن الحلاج زنديق كافر ملعون الليلة إحنا عندنا ناس في البلد ديه وأخسم بالله سبحانه وتعالى أن عندهم من الكفر والزندغة ما لو رآه الحلاج لكفرهم ومع ذه يعبدوا مع الله عز وجل والله في ناس عندهم كتب في كتب الآن موجودة تباع في السوق باعتبار كتب دين في سوق هذا بيبعالك الكتب بتاع الدين في زندغة جوة وفيها كفر الحلاج زاده كان بيستعييز بها الله منه مع دفن تيمية قال قال ومن وافغ الحلاج فيما قتل فيه فهو مرتد باتفاق المسلمين يجي البرع يقول لك قال قال سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين مضوا كما سفك الذين خلوا دم الحلاج قال بري مظلوم حلاج مظلوم حلاج زندغ مظلوم قال ما في الجبتي لا الله لما سألوا عن نفسه قال في السماء إله وفي الأرض إله في السماء الله الإله ها وفي الأرض هو في السماء إله وفي الأرض إله ده زندغ ولا ما زندغ برع يقول بريء الحلاج بريء ها فإذا يا أخواننا المسألة دي واضحة ودي أصل النزاع بيننا وبين الصوفية أصل النزاع ليس الموضوع موضوع كرامات لو سلمنا معكم أن هذه كرامات لكن هذه الكرامات لو ثبتت لشيوخكم لا يعني هذا أن يعبدوا مع الله عز وجل إنما يعبد المولى سبحانه وتعالى وحده يكون فضلين مسائل بسيطة إن شاء الله المسألة الخامسة كرامات الأولياء لا تكون بالدعاء ما تفرد به المولى دون خلقه كتفرده بالخلق والملك والتدبير ومن ادعى ذلك فهو زنديق يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل كما قتل الحلاج وغيره ممن ادعوا الحلول والاتحاد هذه المسألة مسألة مهمة التي هي كرامات الأولياء لا تكون بالدعاء الأولوهية أو بالدعاء الربوبية أو بالدعاء شيء من ذلك كما يدعي الآن الكثيرون من خلال القصائد والأشعار بتاعتهم كويس عندك مثلا ادعاء الحلاج الذهب يقول تبرأ منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء كما سترى من سوء سيرته ومروقه ومنهم من نسبه إلى الحلول ومنهم من نسبه إلى الزندغة وإلى الشعبذة وغيره لأنه ادعى الربوبية فليس من كرامات الأولياء أن يدعي الإنسان أنه يخلق كخلق الله أو يرزغ كما يرزغ الله سبحانه وتعالى أو أنه يدبر الكون في ناس الليلة الواحد يقول لك الكون ده كله في يدنا فيدعون التدبير تدبير الكون كويس وربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء ما عنده تدبير طيب عندنا هنا حمد عسوان المرغني في النور البراك أو البراك صفحة مية خمسة وعشرين يقول أنا الوجود الذي قام الوجود به حقاً وخلقاً بتردادي وترحالي أنا الصراط القويم المعطى مني كلا الوجهين حقاً من غير إخلالي إلى أن قال فمن تمسك بي أو حل في حرمي نال المرامة بلا ريب وإشكالي أنا الجليس على العرش المحيط كما أحط بالغيب تفصيلاً وإجمالي ده الدعاء الربوبية وليس هذا من كرامات الأولياء وربنا ما بكرم عبد من عباده ويجعل له صفات الخالق جل وعلا وإن كان بعضهم يستدل بالحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ودفهم سقيم للحديث كنت سمعه الذي يسمع به ما معناها المولى عز وجل بيصير سمع الولي عياذاً بالله ما المولى بصير سمع الولي ولا المولى سبحانه بيصير بصر الولي لا ده ما المفهوم كده والحديث ذاته بدل على خلاف المفهوم ده لأنه في آخر الحديث قال وَلَا إِنْ سَعَلَنِي لو أعطينا طيب يا صفية لو قلت الشيخ ربنا بيبقى سمع الولي وبصر الولي ويد الولي ورجل الولي طيب ده معناها اتحاد بين الله والعياذ بالله والولي كيف بعد ده يقول لله إن سألني لو أعطينا كيف يكون في سائل ومسؤول مدام هو بيقى سمعه وبصر ورجل كيف وشان كده المفهوم ده مفهوم باطل الحديث كنت سمعه الذي يسمع به ربنا يوفق سمع الولي فلا يسمع إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى وقد يوفق سمعه فيسمع ما لا يسمعه غيره ممكن يكون المعنى هذا صحيح ذكر ابن تيمية فيسمع ما لا يسمعه غيره ربنا أحيانا يمنع على إنسان ككرامة من الكرامات فيسمع ما هو بعيد كسم سارية اللي كان قائد لعمر بن الخطاب لما قال يا سارية الجبل الجبل ربنا بلغ الكلمة دي من المنبر ليه سارية هناك في جبال في العراق بلغ له الكلمة دي هذه من باب الكرامة ما في شكال كويس فابن تيمية ذكر المعنى يندهل إنه أحيانا يوفق الانسان ربنا يوفقه فيسمع ما لا يسمع غيره ويبصر ما لا يبصر غيره ككرامة لإنسان في أمر معين ما في شكال في الحتة دي لكن كونه يبقى الولي يبقى الله سبحانه وتعالى هو سمع الولي عياز بالله ويبقى هو يد الولي العياز بالله هذا معنى باطل شف الصفية ها غضم لو إن تجد أثبت هذه الصفات لله عز وجل صفة اليد كويس و صفة كذا العين الصفة طوائل نطلق قولك تثبت لله يد طيب قدت لما تجي في الحديثة وكنت يده الذي يبطيش يبطيش بيها قولك هاي واي وا اه قدي كيف تما قلت ما عنده يد كيف ده تناغط لما نجي في الشيء في مصلحتهم يثبتوها ولما نجي الشيء في ما قرروا الشرع ينقروها كويس فده من التناقض الواضح الظاهر ومعنى الحديث ذكرناه طيب فخلاصة ما عندنا في النقطة دي إنه كرامات الأولياء ما بتكون بالدعاء الربوبية ولا بالدعاء الألوهية وليس لإنسان صفة من صفات الله سبحانه وتعالى السادسة كرامات الأولياء لا تكون بما حرمه الله تعالى في الكتاب أو رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة فمن ادعى أن من كراماته شرب الخمر أو فعل الفواحش أو نحو ذلك فهو ضال من أولياء الشيطة كويس ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول وأما الذين يأكلون يعني الخبائس الحيات والعقارب دي ما محرمة زلطة لا يأكلوا في حية ولا في عقرب هذه محرمة قال ويجعلون ذلك من باب كرامات الأولياء فهم أشر حالا ممن يأكلها من الفساق لأن كرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام على اللي يقول لك خليل الرومي في طبقاته وضيف الله يشرب الخمر بكرامة من الكرامات خليل الرومي تشرب خمر ليه ما حرام بالكتاب والسنة والإجماع وشارب الخمر ملعون فكيف أنت تبقى وليه النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها ديلا الصفوة ليه قال صفوة ليه والجماعة بتاع انه خليل الرومي دونقلاوي معاه وقال ضناقل صفو ليه ملعونين الصفوة ملعونين تزاتك الشريب تاخه والجابة ليك والباع والاشتراه وكلهم يكون ملعون في الشرع ولي صالح عند الصوفية ده كيف ده بشريعة تانية ولا شنو دي شريعة جديدة كويس فالكرام ما بتكون بالحرام ما بتكون بإتيان الحرام ولا بالفواحش يقع إنسان في الفاحشة ويسميها كرامة من كرامات الأولياء طيب الكرامة أصلا بتكون بمتابعة الكتاب والسنة قال كما لا تكونوا بترك الواجبات ودي برضو قضية مهمة الكرامة ما بكون سببها ترك الواجبات الواحد يقول لك الشيخ قاعد في الغرفة ديك شايفة غرفة ديك الشيخ قاعد فيها وما بيطلع كله كله الجمعة بيجي ما بيجي صلاة الجماعة ما بيجي فما ممكن تكون الولاية والكرامة بترك الواجبات وبفعل المحرمات والآن لو لاحظت في دينهم وفي عقائدهم حرام في حرام ومنكرات النوبة دي الآن الرجيز بتاعه ده مكون من مجموعة من المنكرات أول ما دقت النوبة موسيغة نمرة واحد حرام نمرة اتنين لما رجاله نسوان حرام نمرة ثلاثة أكبر من كده الزكر بتاعهم ده مبتدع نمرة أربع أكبر من ده كله البدعة بدعة شركية يعني في الزكر ذاته لما نيجي يقول لك أحمد يا حبيبي سلام عليك يا مسكي وطيبي دي بدعة يمشي قدام سلام عليك يا كاشف الكروب ده شرك فشوف الشغلانة من حرام لفسق رجال ونساء موسيغة تمشي قدام تلقى بدعة تمشي في النهاية اختمالك بشرك بالله عز وجل وخلاصة الزكر ده كله بعد ما يدقوا نوباتهم الموضوع ده كله يجي يقول لك والله علينا ذكرنا المولى عز وجل بقيادة شيخنا شيخ الطريقة الزاكر لله الولد الصالح فلان صالح بشنو بي ده بيقى صالح بالذكر ده ده ما بقى رجل صالح اذا الخلاصة المسألة دي الكرام ما بكون سباب شنو الحرام ما بكون سباب الحرام ولا بتكون هي في حد ذات حرام طيب المسألة السابعة اعظم الكرامة لزوم الاستقامة فالصالح من عباد الله من حملته الكرامة على طاعة الله والاعتراف لله بالفضل يا اخوان المسألة دي مهمة جدا السلام انتلاحظ لثمرة كرامات الصوفية لاحظا من حيثوا الثمرة الصوفية عندهم كرامات دولي بطير دولي بيدي الجنة دولي بيعمل شنو طيب النتيجة شنو مجد كرامات والكرامة مفترض تقود الإنسان للطاعة كرامة النتيجة تعتقد في الشيخ وتتعلق بالشيخ للنتيجة بتاعتها فلا يمكن لا يمكن أن يكرم الله سبحانه وتعالى إنسانا بما ستكون النتيجة عبادة غير الله ما ممكن شاكد ابن تيميا قال كلمة جميلة أعظم الكرامة لزوم الاستقامة يعني أعظم شيء الله يكرمك به لأن الصفية الليلة غاية ما عندهم من الكرامة غاية ما عندهم قل لك والله اليوم دا جينا باشين في الشارع شفتها وانا وقعت كده وبعد شوية كان كنا قدرت تتكسر لكن فجأة كده حسيت كانوا في زور رفعني وقيت كويس دي كرامة يقول لك أيوة وغايتها في النهاية شنو يعني غايتها شنو كان درت تتكسر وقيت كويس لو تكسرت ولا بقيت كويس كل واحد ما ما فيك فايدة في النهاية كويس القضية ما هنا أعظم حاجة الله يكرمك باشنو إنك تستغيم على الكتاب والسنة دي أعظم كرامة لأنه دي بيدخل الجنة أما بيقيت كويس ومشيت بها جاي اللي قت لي منقى واقعة وقلتها ودي كرامة من كرامات الصالحين ومشيت به هناك بس علي دخلتي جابوا الفتى طوالي شفت الكرامة دي كيف ده موضوع ميت في النهاية ده كل موضوع ميت فأعظم الكرامة أعظم كرامة الله يكرمك بها لا تشوف ليك ها رؤية ولا ده ولا يشي أعظم كرامة الله يكرمك بها تكون دور مستغيم بس على الكتاب والسنة دي أعظم كرامة ودي البجة ده زل بيفتخر بها مش يفتخر بها في الدنيا هنا تفتخر بها يوم الغيامة لأنه بتدخرك الجنة فمن زحزي عن النار ويدخل الجنة فقد فاز طيب المسألة الثامنة قبل الأخيرة ليس لأولياء الله طريقا إلى الله غير الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة قاعدة مهمة جدا لأن الصوفية اليوم عندهم لا يصبح الإنسان ولي كبير وصالح حتى يأتي بدين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم ويتعبد بعبادة غير عبادة النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو جاء الساواحد قال لهم شوفوا يا ناس احنا عندنا طريقة اها طريقتك شنو نرجع نشوف الكتاب والسنة نجيب الأسكار حقاة الرسول والعبادة حقاة الرسول ونجدع النوبة والدلاقين والنسوان يمشي بغادي والرجال بيجاي وما عندنا أي لملمة ولا حولية ولا أي حاجة ونمشي الجامعة نصلي ونتعلم العلم ونعبد الله قال لهم دي طريقتي أنا فيه زل بيمشي معاه ولا زل بيمشي معاه طيب الطريقة عند الصوفية عشان الإنسان يدعي الولاية ويبقى صالح ومشهود له لابد يأتي بجديد لابد يجيب جديد عشان كده ابن تيمية خطة لك قائدة محترمة جدا إنه الوي صالح ليس له طريق إلى الله إلا الكتاب والسنة ومن ادعى إنه فيه طريق بيوصل لأ الله غير الكتاب والسنة فهو كافر من أولياء الشيطان واستدلوا بغصة الخضر ورد عليها غصة الخضر رد على ابن تيمية قال ومن جهل هؤلاء ده بيدل على جهلهم استدلوا بما واقع بين الخضر عليه السلام وموسى عليه الصلاة والسلام والوقع بياناتهم ما فيه دليل على إنه الليلة يجي زول يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويمشي ينجر له طريقة براوه ويقول لك زي ما الخضر ما اتفق مع موسى أنا ما باتفق مع محمد صلى الله عليه وسلم ده من أسوء القياس ليه نمرة واحد الخضر لم يكن من قوم موسى ولا مأمورا باتباع موسى عليه السلام ما مأمور باتباعه كويس دنوق طوولة تختلف مع وضعك انت أنت تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام ولو خرجت عن شريعة محمد كفرته لكن الخضر عليه السلام ما كان تابعا لشريعة موسى اتنين الخضر نبي وموسى نبي هل إنت نبي زي محمد صلى الله عليه وسلم خضر كان نبي بدليل مجال صح مسلم قال ليه أنا على علم من الله علمني لا تعلمه أنت ده الخضر ليه موسى عليه السلام أها قال لي أنا عند علم علمني له الله ما تعلمه أنت وأنت على علم من الله علمك إياه لا أعلمه أنا أي واحد مننا نبي براه أنت عندك علم من الله نبي وأنا عندك علم من الله أنا نبي قال وما فعلته عن أمري قال فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ربنا علم الخضر علما نبوة إذن القياس فاسد من الناحية الثانية قلنا الناحية الأولى شنو ها مركزين مازين قياس الزور البقيس نفسه بالخضر قلنا القياس فاسد من الناحية الأولى شنو الخضر ما من قوي موسى اتنين الخضر نبي وموسى عليه السلام نبي طيب الثالث ابن تيمي قال ما فعله موسى عليه السلام لم يكن مخالفا لشريعة الخضر ولا لشريعتنا نحن شنو ما يجي واحد يقول لك ايوا نحن بجوزينا نخالف شريعة محمد لأنه في الظاهر عندك ميته ده حرام لكن نحن عندنا في الباطن ده ما حرام أو يقول لك يا أخي كما خرج الخضر نحن بنخرج عن الشريعة ما بجوز لك واللي فعله الخضر ما كان حراما في شريعة موسى ولا في شريعتنا لأنه الأولى خرج السفينة هل خرج السفينة كان حراما ما حرام ليه ما حرام لأنه دي أدنى المفسدين لأنه قال وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ابن عباس كان بيجرى الصالحة غصبة أي سفينة اللي قال سأل ما ما في حاجة ما مقدودة سفينة سمحة بيشيلة فقام الخضر قدها عشان الملك داك اللي قال مقدودة ما يشيلة وزي ما يقول لك هلنا المال تلتو ولا شنو ولا كتلتو بدل تروح كله أحسن تبقى سفينة قاعدة لكن مقدودة ده حرام ما حرام ده غير السهل اللي قد عربيتك واحد بياي انت موقف عربيتك وخشية البيت كويس وانا جايت في الشارع ساعي كده ده بعد شوية جي حرامي كاكك الفلسة ركبة العربية دورة ماشي كويس انا شاية الخاطس كيني معي والماية ماشي بجانبيتشك قدت الليستيك العربية بركت في محلة ات حجيني طوالي قدت الليستيك لكن بقول لك والله انت عارف كان واحد سارقة وانا قدت الليستيك بجاو العربية دي بركت في محلة الحرامي جارة فات يا سلام جزاك الله خير تقول لي انا قدت الليستيك بتاع العربية تقول لي شكرا ليه مع العربية فيها الليستيك مقدود احسن مما فيش فالخضر عليه السلام اللي عمله ده شنو ما حرام التانية قتل الغلام قال لي انه عنده علم وما وراك قال ليه كان على علم عنده علم علم ده ما كان يومس يعلمه عليه السلام انه الغلام ده لو عاش حيكون سبب في في مقت في كفر والديه حيبقى السبب في كفر والديه وياخواننا زي ده احسن يموت ولا يقعد احسن يموت اذا كان حيتسبب في كفر والديه احسن شنو يموت والثالثة كونه بنى الجدار من غير اجر ده ما فضله ما فيه مشكلة ده فضله ما فيه مشكلة وموسى عليه السلام لم يكن على علم بهذه الاشياء وكان الخضر على علم بها وده مما يدول على انه هو نبي من الانبياء فما فيه دليل اذا تبقى عندنا القاعدة اي انسان بيدعي انه عنده طريق الى الكتاب والسنة غير اللي جابين النبي صلى الله عليه وسلم كافر مرتد من اولاء الشيطان اخر نقطة المعجزات الانبياء وكرامات الاولياء تدور على ثلاثة اشياء على العلم والقدرة والغنى ولم يعطى احد الكمال في ذلك يعني ما في ذلك يدعي انه عنده العلم المطلق ولا القدرة المطلقة على التأثير ولا عنده القدرة والغنى المطلق ما في انسان يعطي الكمال في ذلك استدل ابن تيميا بآية عظيمة جدا ودي بتنسف كرامات الصوفية بتاعت الليلة دي كلها قول قول الله تبارك وتعالى قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيبة ولا اقول لكم اني ملك دي قال محمد صلى الله عليه وسلم وقال نوح في صورة هود وفي صورة الانعم آيتين ابن تيميا قال اول رسول واخر رسول قال لهم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله وهذا الغنى هذا الغنى المطلق لانه كل الكرامات اما الدور على الغنى المطلق او العلم المطلق او على القدرة على التأثير في الكرامات بتدور في الاشياء الثلاثة دي قال لك والاشياء الثلاثة دي ما ملك الكمال فيها إلا ربنا سبحانه وتعالى ولا الانبياء ذاته قال لك يقول لك الكون دا في يدنا كده تلاتة وتلاتين سنة قال بتاع السيراج السالكين والبدر تلاتة وتلاتين سنة الكون دا قال في يد احمد الطيب البشير في يده اهان دي القدرة المطلقة وهنا ينفي عن عن الانبياء من نوح ينفي وليه محمد صلى الله عليه وسلم ينفي قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيبة ولا اعلم الغيبة دا العلم المطلق ولا اعلم الغيب قد ربنا يعلموا اشياء بالوحي اشياء معينة جصة اليهودية لما جعلت له السم ربنا يعلموا لي اليهود عمدوا له خطة دا يرموا فيها الحجر من فوق ربنا وروا ربنا يعلموا اشياء من امور الغيب لكننا ما علم الغيب هذا ما علم الغيب ولا اعلم الغيبة ولا اقول لكم اني ملك دي القدرة على التأثير صوفية الآن يقول لك الأولي عندهم القدرة على التأثير وأنه قال كل ولي تحت قدمي هذه ده بتاع أزهير الرياض قال أي ولي تحت قدمي دي ها داك بتاع قلايد الزهب عند المحمود نور الدائم جاب عن الدسوقي قال ألبس من أشاء وأخلع من أشاء بيد مفاتح الجنة وبيد مفاتح النار دا الدعاء فظيع جدا وهذه من الكفريات عموما بتلقى تفاصيل في الموضوع ده تراجع المجلد 11 تقرى تمام من الفتاوى ابن تيمية تقرى بتماعون شما يصوف يغشك بمقطع واحد لسه الموضوع ده فيه تفاصيل لعله الشيخ آدم يشير لبعض لكن كل ما يقدر ما نقدر نستوعبه في المادة دي لكن كده دي تعتبر ليه كده مفاتح من خلاله تمش تقرى رسالة الفرقان تقرى المجلد الحداشر لابن تيمية وتراجعه كويس تقرى كلام برضه في الطحاوية تكلم عن كرامات الأولياء تقرى شرح الفوزان شرح ابن عثيمين الواسطية تلقى فيها مزيد معلومات تكرب المادة دي تمام وتهطيمه كويس بعد ذلك تجي تشوف ما عنده الصوفية من الأباطيل وتوزنه بقواعد أهل السنة والجماعة الوافرة بأدلته تكون كده أنت ضبطت الموضوع تمام أنا أكتفي بهذا القدر صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وأقدم شيخنا آدم الزبير وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان